بصوا عشان تشوفوا حجم ما يتم على الارض في النادي الاهلي كابت الخطيب في اجتماعات كروية مهمة جدا مع شركة الاهلي ومع القطاع الناشئين يعقوبها جولة داخل النادي بقى في المهام الاجتماعية والانشئية بتاعت النادي للاطمنان على سير العمل في الملف الانشئي وملف الخدمي لأعضاء النادي وحتلاقوا ده مثلا النهاردة كان في مدينة نصر هتلاقي بكرة كابت الخطيب في الشيخ زايد تاني يوم بتلاقيه يوميا في الجزيرة وهكذا ده جولة الكابت الخطيب مع مدير النادي في مدينة نصر للاطمنان على كل سير العمل في الملف الانشئي والخدمي في مدينة نصر الحقيقة مقر مدينة نصر كمان بقى نقلة كبيرة جدا لا ده حاجة يعني كل المقرات واحنا في انتظار الاجتماع اللي جاي بقى بإن الله نشوفه في التجمه قريبا ان شاء الله ده اطمنان على كل ما يحدث في وطبعا كان فيه كان فيه دور مهم جدا فيه توفير اللي فاح لأعضاء النادي فاروق صلاح ولا فاروق صلاح فاروق صلاح الحقيقة كاميرا الآن موجودة دايما في كل تحركات واجتماعات مجلس ادارة النادي لتطمين الاعضاء قبل الجماهير لانه كمان الاعضاء والجماهير ما تقدرش تفصل ده عن ده نجاح الاهلي في منظومته الاجتماعية داخل النادي بينعكس على جمهوره برا لانه هذا النجاح الكبير وهذا التطوير الكبير في مرافق النادي وفي الاداء الخدمي للنادي اولا بيحقق الاستقرار ثانيا بيحقق وفرة مالية كبيرة بيحدث تدفق مالي كبير من قبل الاعضاء بيصب في النهاية في مصلحة الجماهير اللي هدفها ان تسعد بنتائج واداء فرق الاهلي في كل الالعاب لسيما كرة القدم اللي ده كان اجتماع مهم عقب هذه الجولة للكابتن الخطيب داخل فرق مدينة نصر ده كان نتاج عمل مهم جدا اليوم